من هذا المكان حيث الأبنية التي سقطت فيها الصواريخ الأوكرانية التي استهدفت مناطق في قلب العاصمة كورسك هذه مقاطعة كورسك وهذه آثار الضربات الأوكرانية على المدينة هذه بعض المركبات المتضررة وخلفي هنا أيضا بعض المركبات التي أصابتها الأضرار في هذا الموقع أصيب 13 مدنيا نقلوا إلى المشفى بينهم أطفال وبينهم حالات خطرة أيضا المعارك مستمرة حيث القصف المتبادل ما بين الجيشين الأوكراني والروسي وهناك تحليق للمقاتلات الروسية دائما في أجواء المنطقة كما أن صافرات الإنذار هنا تطلق باستمرار بعد الإنذار عن سقوط صواريخ أو اعتراض الدفاعات الجوية لأهداف في مقاطعة كورسك لقناتي العربية والحدث رائد الأخبار كورسك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا